قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم الحديث دائما عن التغيير الحكومي الجديد الذي كان بقرار من الرئيس بوتفليقة وبعد استشارة من الوزير الأول عبد الملك السلال هذا التغيير رسم ورقة طريق المرحلة القادمة كل هذا في تقرير محمد بومشو أبرز التغييرات التي حملتها حكومة سلال أربعة هو وصول أسماء جديدة بعيد عن كل التوجهات السياسية لحمل حقائب وزارية سيادية تغييرات رئيس الجمهورية والتي كشفت عن الاعتماد على الكفاءات الإدارية وأهل الاختصاص وهو ما ظهر في وزارتي المالية والطاقة خاصة مع التحديات التي أصبحت تعرفها البلاد عقب انهيار أسعار النفط وموجة الاحتجاجات ضد استغلال الغاز السخري لأول مرة في تاريخ الحكومة الجزائرية أننا لجعنا إلى ذوي الاختصاص وأهل الكفاءات وذوي الكفاءات فنعم تعيين مثلا أستاذ حجار على رأس التعليم العالي والبحث العلمي دلالة قوية للأخذ بهذا المعيار المعيار الكفاءة والاختصاص نفس الشيء بالنسبة لأستاذ عزدين مهوبي لما عين على رأس قطاع الثقافة وجهة نظر يختلف معها البعض فرغم منح الفرصة الكفاءات إلا أن البعض يراها مجرد تدوير الأدوار دون إحداث أي تغيير يمكن أن يأتي بنتائج في المستقبل أنا في التصور بأن التعديل صراحة لم يأتي بجديد وقد تعودنا عليه منذ أن وصل الرئيس بوتفليقة لسدات الحكم ننتظر دائما أملا فنرى حكومة تمثل فعلا رغبات رأي العام وأيضا النخب السياسية والمثقافة ولكن للأسف أنه دائما كان هناك خذلان ورغم تباين أراء الطبقة السياسية بين مرحب ومنتقد حول التغييرات الجزئية التي تمست حكومة سلال يبقى الأهم هو توجه السلطة نحو الاعتماد على الكفاءات في تسيير أكبر القطاعات قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم